صباح على اول همه. في السؤال بيقول هل يوجد برنامج من اوتو ديسك يسمح في التغيير في البرمجة الخاصة بالريفت؟ البرنامج نفسه ما تقدرش تخش تتغير فيه بس تقدر تضيف حاجات اضافية عليه. نعم؟ فيه ادنس كتير جدا زي كان فيه ادنس بيخلق اسمي تتغير حسب الروب نفسها تتغير معها. فدي بتبقى فيه حاجة اسمها ابي اي خاص بالريفت. فيه ابي اي التاني خاصة بالبرامافيرا. ابي اي خاصة مثلا بالوفيس. فالابي اي ده هو مترجم بينك وبين البرنامج. بين البرنامج الريفت مثلا وبين الفيجور استوديو مثلا. بيخليك تقدر تدخل برمج جوا الريفت حاجات اضافية. يعني مش تقدر تخلي مثلا امر موف يتعامل بطريقة مختلفة. بس تقدر تعمل امر جديد تسميه مثلا موف تو او موف اكس. وتحط الاوامر اللي انت عايزها. فلو انت عايز تبرمج جاي برنامج بتكتب اسم البرنامج وتكتب ابي اي تحمل ابي اي دوت. وتبدأ تشغل عليه. لو انت شغال ريفت اسهل لغتي ممكن تعمل معهم. هو السي شارب والبيسون. فيه فيجول بيزيك بس يعني بدأ الموضوع يبقى ريخي مقاوه في التعاون معاه. مش هتلاقى مثلا كتيره. فلو انت محترف فيجول بيزيك ممكن تدخل فيه. لو انت لسه تعلم برمجه خش في البيسون او في السي شارب. موسيقى شكرا